السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اليوم معي في فيديو جديد من بعد غياب طويل لاسباب مرضية. اه من طبوش عليكم الفيديو ساعة اليوم بنسبة الناس اللي عايشة في المانيا. اه اللي بغت دير السواقة. اه شنا هما الاوراق المتطلبة. وغادي نفسر تفسير واضح لانه كنشي تفسيرات اه تسهل عليكم المأمورية في اول البداية اللي بغيت تسجيل في مدرسة السواقة. اه اول خطوة هي التسجيل في مدرسة السواقة في المانيا. اللي هي انميل دونج. اللي كتتخلصي على واحد القدر مالي. وكلها مدرسة على حسب اه المبلغ اللي طالبين. من مئتين وخمسين اورو فما فوق. هدي اول خطوة. من بعد ما كتخلصي هذيك تسجيل دي السواقة. كيعطيك واحد الكيتونج اي ورقة بانك سددتي اه هده تسجيل. هدي اول خطوة. من بعد ما كتت سجلي وكتدفعي هذك القدر من المال. اه كتت تسدي واحد القدر تقريبا خمسين اورو او سبعين اورو على حسب المدرسة. اه ديال تيوري باش اه الناس اللي بغين يحفظو تقريبا الف سؤال الف سؤال ما فوق. اه يا اما كيعطيوك سيدي او اه كيعطيوك كتاب او كيسجلو لك البرنامج في في البرنامج ديالك اي في الهاتف النقال. فانا سجلتو في الهاتف النقال فديما كيكون معايا. وبالامكانك تسجليك اللي عندو اللابتوب في الدار او بيسي في الدار. اه بجوجهم اه تقدري اه اه يعني تحفظي منهم. اه كيكون اسهل بنسبة الكتاب واسهل بنسبة للسيدي. فدي الطريقة اللي اختارت انا. وكيعطيك كمان اه الكيتونج اللي خلصتي به. يعني عدنا جوش ديالكيتونج. اول الكيتونج اللي خلصنا به. اه تشجيل. والتاني اللي خلصنا به. اه اه سيدي او الكتاب اللي غادي تشريه باش تحفظي فيه في الدار. لمدة عندك اه لمدة تقريبا سنة عام. فاكيد ما عاديشي الانسان يحفظ تقريبا عام. يعني هما عطيناك الاختيار عام. مني كتفوتس هديك السنة. فكتعودي تشجلي من عوده جديد. فسنة فقط انا كتسجلي وتحفظي وتدوزي الامتيحان. تاني حاجة اه الاسعافات الاولية. من بعد ما كتسجلي. الاسعافات الاولية بمعنى ارست هيلف كورس. هاد الاسعافات الاولية يمكن اه يمكن لك تديرها في نفس اه المدرسة اللي انتي تسجلت فيها. تقريبا ثلاثة سوايع الى تلات ساعات الى اربع ساعات. واحد القدر المال من عشرين اورو الى تلاتين اورو تقريبا. اه كاين عاو تاني بالنسبة لاخستهيل في كورس ممكن تديريه اه تديري في اولاين في الانترنت تشجلي تشجلي اه خصوصا كنين الناس اللي يخدامين من اتنين جمعة. فيمكن لك تجلي في الانترنت السبت والاحد. ولكن اه من العشرة الصباح تل خمسة العشية. وغالبا هاد الويكاند كيكون اه مليان عامر بزاف من الناس. لان الاغلبية كيكونوا خدامين. فكيضطروا انهم يديروا هاد الاسعافات الاولية يوم السبت والاحد من ساعة العشرة الصباح للخمسات العشية. اه وتهو كالدفع واحد القدر تقريبا اه اه خمسين اورو فما فوق. سين اورو على حسب. اه والمكان اللي كيطلبوا فيه اه اللي غات مشي ليه. فين غاد يديري هاد الاسعافات الاولية. بالنسبة في المدينة اللي انا فيها. اه مثلا في كل شيء عمر. يعني من اتنين حتى الجمعة عامر. واللي ما خدامش بامكاليه تسجل. اه والتوقيت كله في الانترنت كاتوك التوقيت من اه من اتنين حتى الجمعة اللي تبغي يتسجلي فيه بجديري الاسعافات الاولية فهادي منها ضروريات. هادي ضروري تهيئة مع الاوراق المطلوبة. وثالث حاجة اللي هو فحص النظر. اه التالت طلب فحص النظر. اه سواء اه اللي دار الضارات او اللي مدير شن الضارات. اه زه التاست. اه ممكن تمشي تديري في فيلمان اه في اي مكان. كتخلص عليه من تلتاشر اورو حتى الاربعتاشر اورو او خمستاشر اورو على حسب. او بالامكانك اللي دار اه ازعافات الاولية وتشجل في الانترنت حتى تمك يديرو اه زه التاست اي الفحص العيون. اه من عشرة اورو فما فوق. رابعا اه صورة شخصية ليجاوز صفر مع البيانات الشخصية. اه بمعنى كوبي فون باس او تا بير زونال او سفايس. اه تهياء خاسكي تدير لكوبي وتكون مع الاوراق المطلوبة. واخيرا من بعد ما اه درنا هات الخطوات كلها. كان ناخدو هاد الكوبي اللي درنا ديال باس ورفوطو وزه التاست. و اه يال اخستهالف. كلهم كان جمعوهم. وكان دفعوهم واحد للمكان في نويز. كيقلو ليش تخاصن في اخزانت. اه وكان خلصو تقريبا اه كيف كتشوفون عندي ثلاثة واربعين اورو. واربعين سنت. اللي غنخلص اللي تخلصوا عليها. اه وديك الساعة بالامكانك تبدي في في حفظ الاسئلة. وتمشي تدوزي اه امتيحان ديالك. اه بالاضافة الناس اللي مزوجة. سواء الراجل او المرأة. اه لعدهم اه واحد فيهم عنده اه الفوغشاين. يمكن لي يساعد اه المرأة ديالو. كان اماكن خاصة. اه باش يتضربوا فيها الانسان. اماكن في نويز كتضرب فيها. وكتربحي اه اكيد الوقت في تعلم السواقة. كيف كتعرفو اه الطرق والشوارع اللي كنا في مدينة دوسلدورف الاغلبية اللي في اه الناس اللي في دوسلدورف عايشت امه. كيجيوا وتسجلوا في المدارسة واقف نويز. اه سهلة بكثير. اه بالنسبة لمدينة دوسلدورف. الاغلبية كتلقى يوم شجلين في المدارس اللي كينا في مدينة نويز. اه بالنسبة لنوعية السواقة اللي بغي اه ذي الانسان في مدينة المانية. خصوصا بالنسبة للنساء. اه كي نجوج انواع كي نشالتونج. ولا هادا كل اوتوماتيك. فمن الاحسن اه الواحد يلي الاوتوماتيك اه خصوصا بالنسبة اللي عمرو ماساق في بلاده. واول مرة غدي تعلم السواقة في استعمل اه الاوتوماتيك. حتى بالنسبة ماديا اه تقريبا يعني الف اورو تقريبا. اه لكن بالنسبة الشالتونج اللي هو الفيتس. اه فكيكون بالنسبة خصوصا كي بيقولت اللي عمرو ماساق فهو صعيب. اه وكي تطلب مصارف كتيرة. لانا تقريبا اه في الساعة اه خمسين اورو خمسة وخمسين اورو. فهدي تقريبا تلت شهر. فاليوم يمكن تزدك خمسة اورو عشرة اورو على حسب ويمكن تبقى اه تامن يبقى نفسه هو هو. واخيرا اه شكرا جزيلا على المتابعة. وكنتمنى انني كن وصلت لكم. اه وشرحت لكم اه بابسط التفاصيل. الناس اللي باغين يتسجلوا في مدرسة السواقة. شكرا جزيلا. والى اللقاء في فيديو جديد.